خميس كبر بزيادة معلم وخد الكل في وشه ما سابش حد اللي هو داس علي حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخليه معلم مسلمش من يده يا يا انت شايل منه قوى بسلم ضربة الضمب موت يا نوح واحنا ايش ضمالنا بقى انك مش طبيخة سوا سوا انت وخميس عشان تجو تأكله لنا بالهناء والشفاء ما تفهم ابنك همعلم ان الكلام ده مش فكرنا ولا فورفنا وان مجيتي لك هنا دي اكبر دمام بس اعرف الاول انت ما هو على ايه انه يبقى هنا والكلام مفسر بعض همعلم يعني انت عاوز تحطي ايدك في ايه لي بشرط امعلم ايوه شرط ايه بقى معلم ابو سلم شرط اسمعوه انا سبت خميس لما شطلقه بدماغه وزحن بعيد وعشان احطي ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني اعلم راس براسا و استبينا استبينا تعال يا جملي ايه يا معالي انت بتقولي الاسم انت هي ارماما دا لو عايزانا نفضل مع بعض انت عايز نبوت حتة منك جواه ده الحل الوحيد للمصيبة اللي احنا فيها دلوقتي مصيبة؟ طبعاً مصيبة خلفة زي دي وفي ظروف اللي انا فيها ايه ما اسمها ايه؟ انا امراتك يا خبيس احنا كتتين ورقة ولا تنسيت انا قبتلي ويش دراعي بالورقة يا رمالة والورقة دي ممكن يكون اي وضع اعطاها فيحدة من زيت انت بتباني؟ ومن راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمالة بحبك ما الورقتين اللي احنا كتبينهم دول ايه؟ انت عبيطة؟ انا الدولي عكة معي قوي رمالة عكة قوي ومحدش عايزز بيها انا داخل على العتب الدنيا تانية خالص ومنفعش حفرة تانية اغرز فيها لازم انا حرص يا رمالة وكمان منفعش عادي الباشا دلوقتي المصالح بتتحكم فينا المصالح؟ بها بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدول يا بحالها اللي عادتها لاج لخاطرك ما سواش عندك مصلحة ما تحسبهاش كده يا رمالة ومال حسابها ازاي خميس؟ ما حسبيها زي كل الناس لو تحسبها والله جو الحب والحوارات دي ما بيتش تنفع الايام دي تادي الجنب ووسع تسكر حاجات تانية اعامي بكتير حاجات بيتحكم فيها المصالح انا فاضلي دك يا رمالة دك وابا كبير السوق واملك السوق كله فيدي وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت منها تعطلني ياه انت اتغيرت قوي يا خميس الطمع عماك خلاك مش شايف اللي روحك في عيون الخن قلبك اللي كان يساعد دنيا ما قد تخور من ابرا لدرجة انه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك هروم مالة نباليش في الجو الحوارات ابك عاملة ده انا عيل احنا ممكن نجيبه في اي وقت تاني نجيبه الموسم الجاي ده هو الموسم اللي بعد براحتنا عندنا العمر انما الفرصة بتجيش اللي مرة واحدة ويوم ما تيجي لازم اعفش فيها الفرصة هو اللي ابنك يا خميس احنا ماذا؟ احنا ماذا؟ على قد ما كنت فرحانة بيه على قد ما كريته دلوقتي وكريتك وكريت نفسي اللي متشعلق ابيك سيبلي يا خميس سيبلي وروح لحالك روح للسوق اللي بقيت كبيره روح للناس اللي مرمية تحت رجلك روح للدنيا اللي عايز تملك وسبني أنا الوحدي ألم نفسي في رجل ضلع باعت عملك يا أليم مولا 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 اشتركوا في القناة 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 خمرا اشتركوا في القناة 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 قلت له يا ريت وإحنا نقرأ ده ندفع نص عمري واشوفك واقفة على رجليك يا أمه والظابط ده كان عايز ايه بيعيس بيعيس فجرة ده يوصل لحاجة سيبك منه يا أمه وان ده بداعيش في دنيا تانية خد بالك يا خميس لازم تحرّس الحكومة نبه أزرق الحكومة فضيلة يا أمه اللي من دنيا الحكومة في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون فعونه ده لما فكر أساعدهم والله انسي هي حصالت يا كرامة خمرة وفين؟ في بيت هنا؟ أفندينا؟ ماشي يا كرامة أبو سلمة جالك؟ الكيف لما يطلب معلمة كيف ينقح يودي صاحبه لأخر الدنيا لك لما ينوق أبس مش مع دول لازم تبعش بعضها بالسهولة دي يا معلم لعشان معلمة ولا فلوس ما تأكد الأول المعلم بدل ما تطربق فهو نفوخ كله تريت أصغ فيك يا متر فلسه بتشول عقلك يا معلمة ما ليش؟ مش مخاطر يا ابن عمي عليك شيء ينخال بيبيعي بالأخت وعيني عينك كهول وما يلوصل المعلمين بس لو سدق أبو سنة في اللي قاله لو سدق يبقى أصغر عليك وصفات طويلة أنا كل اللي عاوزوا منك يا متر إنك تلبت لما سنة وتجب لي أخره وتشوف لي إيه ميته على فكرة وما يعرفش إنك معنا وبالبق إيه اللي حيربهم في حجرك هنوصل للمراد ونتطمن ياما ندي الأمان ياما نخلص مما حادي تطمن سكة أبو سنة مفتاحة معايا وأعرف علي فين سخاميس الحقنا يا أخويا في مالها رمانا إيه جعلها؟ كانت حتموت يا حبة عيني فدلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت مطلها لولا أولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابوني هنا وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدل أنا عارفة يا أخويا بيعملوا إيه فيها كل ده جيب العوابس لي ده يا رب سخاميس هي إيه اللي جعلها يا أخويا دي كانت فرحانة بالعيل فرحة المجنون ظروف يا بيسة ظروف ظروف؟ ظروف يدي يا أخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه دي كانت عاملة زي المجنين عملة تخبط في بطنها يا ولداء لحد ما كنت حتروح فيها يا والعيل اللي في بطنها طيب 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 أنا جاي جاي طيب 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 أول ما تخرج تطلبيني في التليفون تطمينينك أمرك.. أمرك ست رمانة طمين يا دكتور الله يخليه الحمد لله يا كويسة بس لازم ترتاح دلوقتي ألف حمد و ألف شكره هاي ودوها فين يا دكتور؟ الوضع فوق الله يخليك يا دكتور شكرا فضل فاندينا تأخرت قوي يا فنزينة ماليش أنت أول ما طلبتيني سيبت كل اللي في إيدي وجيت جاري خير أخبار هتدايقك قولي خالك ما شمعنا؟ جيلي النوح عشان يتفق معي نعم خال مين؟ خالي أنا راح للنوح جالوا ودالوا معلومات مهمة قوي عن صفقة أنت بتزبطها من زمان ودفع فيها ياما وكمان أماكن المخازن بتاعتك والحطة اللي بتجيب منها البضاعة خالي يمكن بيلعبهم؟ أنا متأكدة من اللي بقولهولك ومن يومين كمان جيلي النوح واحد حس أن أنا شفته قبل كده بس مش فاكرة شفته فيه عادوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجة لكن لو شفته مرة تانية ممكن عرفه هاي كن مين يعني؟ هو في بعض الخل يا خل يا خل يو هو أنت حتقدر شايل طاجن سيتك دل تير انت فاكرها هينة علي يا شو؟ يا حبيبي وإنت كنت عملت إيه؟ ده أنت مدت إيدك وخدت لقمة من حقك واللي أنت عملته ده عين العقل أنت بكده سبت مكانك في السوق وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي أنا مش ساعدتك مش عارفة تلم على نفسي الدنيا بقى تقصد عيني قدية من خرم الإبرة هم اللي عملوا فينا كده انت تايه يعني عن أختك وابنها كرشهم واسع ويأكلوا ما للنبي الحمد لله بقى أن إحنا لإناننا سكة ناخد شوية من اللي كلوا علينا هنأخرج شوء وحتسبني الوحدي في اللوكاندة أنا عايز أفك عن نفسي شوية يا شوق ماشي يا حبيب فك عن نفسك أقول لك خد لك كسين أو حجرين معمرين المهم تخلي المزاج عالي عشان عايز يا حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل يا حسك أني وصلت لتركيب الدوى بيعالج مرض مزمن ما كان لهش علاج بقى عندك حق شكله يا بنياء ده مختلف خالص البركة في مجوداتك وتعبك معانا يا حضرت الزابط وأفكارك اللي حلت عقد وفكك لسانه وقلت لك قبل كده أن مش هدي الواحد هو اللي محتاج لنا تقصد مين يا أقصد سانية تقليفون أوكي تفضل ألو أي يا علي طب هتسأل علي أي حد في الحارة يعني إيه طيب ماشي 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 يا علي يالي مع السلامة هو في إيه يا بدا نعم عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيدة بس مشكلته أجور من مشكلة شادب كتير قوي كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي سواضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا إيه يا حضرت الزابط هنا ممنوع سواء عاوي زيك مريم عاول إيه يا جميلة؟ كيسة شدي حيلك الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد انا مش حاسة بحاجة خالص ليه ولا انت عملتيه في روحك ده كان شوية انا عملت في روحي ايه يا دكتور الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوة يعني انا لسه الحمد لله طميني لسه موجود لسه لي عمر يعني هو مازك في الدنيا وربنا انا جاء من اللي حصل الحمد لله الحمد لله ألف الحمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية بيسة ده تلع ما نزلش لسه عايش امان انت فاكرة ايه ربنا فوق الكل انا مش عارفة ازاي كنت هعمل في روحي كده ازاي كاني القلب انا عارفة يا اخت هانت عليكي نفسك ازاي وعملتش كده ما حسيتش بقيمت ولله المكان حيروح مني وعمري ما كنت حسامح نفسي يا بيسة ده انا حسة دلوقتي ان الروحي تردد فيي ايوة بس ابو ما يستهلوش ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك بصيت لقيته جيه وياريته ما جيه اول ما جاله تليفون رمال القرشين وقال لي بقي طمينيني يا بيسة الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس وانا بديت لخميس بزيادة قوي سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك وبصي للعاي اللي لسه ما يعرفلوش ابو ده والنبي وبصي لسه حدي وحياة الموت اللي ترميت في قدله النهاردة ده يكون العاي اللي في بطني ده اخر مصمارفن عشا كافا دينا عملت يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان ملوش اي قصر زي ما يكون فصي مالح ودهب وانا الله يا فندين اتدورت عليه في كل مكان سألت كل حبابنا ومعرفنا ان حد يعتر فيه برضو مفيش فايدة ما يكون راح فين يعني الارض ان شاقت وملعتوه حتى الخمارة اللي بيقعد فيها راحتولو فيها ملقتوش دورو تاني وتالت وعاشر وبدولو رجالة في كل مكان وفي كل شق لازم ان تلاقوه بتاهمين؟ باهمين اركي العربية حاضر اتفضل يا فندينة انا بقى اللم روحنا اهم قلوا نهولو ولا حد يشوف ولا حد يسر لا لا انا وعليك يا الهبراء فكر انه ما في الجوز وبعدين احنا طهراشنا في النحل جانعل رجالة افندينة زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا ووراك زي الكلاب واكيد انت مش عايز افندينة عكوشها كلا عكوش مية افندينة اه 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 انت ظهر عليك ما انتش فاهم انت كمان اه تفكر اه افندينة ده تفكيره كده من تماوزة الناس ما بتقول اه لا 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 العلمك افندينة ما بيعملش اي حاجة غير لما يشور علي انا الاول اه يجيني كده بيقعد تحت رجلية بيقول لي اعملها معلم اقول له معلم هاد اقول له اخان اه اقول اخان اه واحد احكيله مشرح له فاهمه وهو ولا حاد انت لهم دون ايدي مين ولا حاد انت لهم دون ايدي خالص بلو انت علم اه اعمال ايه حصل ده مش كنت هناك وهنا كمان يا معلم ياه ياه حلوة وهنا كمان صحة صحة اه انما هو ليه ما خدكش معا المصلحة الكبيرة اه ما خدكش معا ليه المصلحة الكبيرة اه اه ما انا اقولك بيش جيني صب قوي ده انا صبلك وصب الاهلك اه 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 صب الاهلك انت مش هتبطل التهيقات اللي بتجيلك دي ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك انا عامل احساب لعدل التربة وسايبك عايشة لغاية النهاردة لكن يوم ما تعصيني لا حيهمني عدم تربة ولا حيبقى لك وجود على وش الدنيا دي فعقالي كده ومشي عيدلي وإلا حتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة طراب ولا ملفوفة في قمص الكتاف وعالصرايا عيدلي وطبعا انت ست العارفين وعارف انا ممكن اعمل فيك ايه قدين اهو واقفالك على رجليا وبامشي اهو يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري روحي بقى قولي لهم اللي شفتين علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القادة وهقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي الناس كلها تخلقت لها عينين اتنين وأنا ربنا حباني بتلت عيون العين الثالثة هي ابني افندينة اللي لازم ان يبقى فوق حتى لو كان التمن ان احبس نفسي كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس كلمة افندينة فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش في طيس زي وكفاية عليك التهيقات اللي بطيارة النوم من عينك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خان أبو خميس وخان أخته وخان أخوه وخان رجالة بجد وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بطلطة بيض عشان نخلص منه ارحموني أنا قلقت صحيح وبلغت عنكم غصبا عني ما كانش قصدي هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مرأتي الخيانة تبنع موت الحمد يا أبو خميس ما كفكش هاوان وليسك عما تعايت زي الحريم الرحمة يا ضاوية ده لكوكي في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله لللي انت فيه وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت حرام عليكم حرام عليكم عنك يا كبير سيب لنا الشرف ده لاحظ هويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة